بين الأخبار اللي جاتني اليوم طبعاً في كل المرات الماضية قلت لكم أنه في البداية كنت قلت أنه على الأرجح أنه مات القايد الصالحة الأرجح أنه مات عن طريق الإجهاد عمره 80 سنة والإجهاد وصراعه مع الشعب إلى آخرها مع الأيام كانت بدأت تتكشف أنها بعض الحقائق وأنا لما لا نتأكدش من حاجة ما نقولها شيئاً بدأنا كانت هناك مؤشرات كثيرة تقول أن القايد الصالح في الحقيقة أغتيلة من بين المؤشرات آنذاك عرفنا مثلاً أن النادل الشخص الذي يخدم معه اسمه موراد والذي كان دائماً يقوم بالأعمال نتاعه بما فيها يديه حمه بما فيها يديه لدوش بما فيها لانتعرف عمره بالقايد الصالح ما تشوفش هذه الصورة يقدمها والك في تلفزيون شوف الحقيقة عمره 80 سنة هذه الصورة راهي مرسومة هذيك يعني انتا يمشي لاخرية وموش كما يوروه يمشي كما في الحقيقة يعني حقيقاً 80 سنة معنى هذه الصورة يتعب يعني والذي راهي يشوف فيها الآن وأمامه والده أو والده أو جده أو جداته يشوف 80 سنة يعرف بالذي الناس كبار تتعب يعني المهم يومها كنا ذكرنا أنهم غيروا الشاب هذا مش شابه عمره 40 سنة في الحقيقة هذا مراد لكن طريق توتبان وكانوا شاب صغير بدلوا وجابوا شخص أخر عطاولوا كونجي قالوا له روح وجابوا شخص أخر بدلوا كان هذا أحد المؤشرات لماذا أبعدوا الشاب مراد هذا أو الشخص مراد هذا وجابوا شخص أخر وعطاولوا وقالوا لو روح كونجي هذا كان كان أحد المؤشرات المؤشر الثاني أو هي عدة مؤشرات خلنا نعطي لكم آخر المؤشرات آخر المؤشرات رفت نقرها لكم كما وصلتني قبل أيها السلام عليكم يقول فيه لدي كذا إلى آخره بعدين يقول لي هذا أحد كبار ضباط العاملين بش راح نشير أكثر لأنه بش يبقى دايما فيه مأمن لقد تم الحكم على ظابي طايم بخمس سنوات سجن بالمحكمة العسكرية للبوليدة بالأمر من الفريق شنغريح وهما العقيد محمد ملاك قائد مجموعة المقر العام لقيادة القوات البرية والمقدم بلومي رئيس المطاعم بمجموعة المقر العام لقيادة القوات البرية كورونال عقيد محمد ملاك واليد نون كورونال مقدم يعني اسمه بلومي واحد هو قائد مجموعة المقر العام لقيادة القوات البرية والثاني هو رئيس المطاعم هذان الضابطان الوحيدان المخولان للولوج إلى فيلا الفريق قايد صالح التي يعيش فيها وحيدا ويدخلان إلى الفيلا بغرض الترتيب والصيانة والمتابعة للعاملين بها في اليوم وبالليل يبقى فقط بها النادل مورات الشخص هذا اللي كان يخدم القايد صالح الذي منحت له عطلة واستبدلوه بعسكري أيام قبل وفاة القايد صالح الخلاصة اللي يضيفها هنا لا أريد أن أقرأ كل التفاصيل لكن الخلاصة اللي يقولها هنا يقول في اعتقادي أن هذين الضابطين لهم معلومات قيمة عن حادثة وفاة الفريق قايد صالح طبيعيا أو مختالا لأن التهمة التي أدخل بها السجن حيثياتها ما زالت قائمة ومتواصلة ما هي التهمة اللي داروها لهم؟ هذا العقيد وهذا المقدم جاءوا ورفضوهم في شهر فبراير يعني شهرين من موت القايد صالح وسجنوهم ويجدرهم التهمة؟ تخيلوا التهمة هي أصلا لما تسمحها تستغرب فبالك أن تكون تهمة هناك امتياز هذه التهمة هناك امتياز غير قانوني لبعض الجنرالات العاملين في العاصمة أو تعيش عائلاتهم بالعاصمة والذين يستفيدون شهريا من حصتهم من اللحوم مجانا والمتمثلة في خرفان مذبوحة ترسل لكل عائلة جنرال حسب القائمة والتي فاتورتها تعادل ما بين 300 إلى 500 مليون سنتيم شهريا يدفعها المقر العام وهذا بعلم الفريق قايد صالح والفريق شنغريحة الذي عين على رأس قيادة القوات البرية يوم 18 سبتمبر 2018 أي أن الفريق شنغريحة الآن كان يومها الجنرال كان هو قائد مقر القوات البرية وكان كل هؤلاء الضباط يشتغلون تحته وكان يعرف أنه في كل شهر تخصص من ميزانية غير قانونية ميزانية غير قانونية يعني لكي يشرون بها دائما الولاء الولاء تعالجنرالات تخصص ميزانية ما بين 300 إلى 500 مليون يشرون بها 70-80 مئة خروف على حساب الأسعار وهذا الخرفان توزع على الجنرالات المقيمين بالعاصمة الجنرالات المقيمين بالعاصمة أو لعائلاتهم تقيم بالعاصمة متوزعش على كل جنرالات مش عارف المناطق الأخرى كفش يتصرفه لكن هذا راح كينا على هذا المبلغ يخذ من ميزانية المقر العام بالقوات البرية ويوزع كخرفان كلحم على عائلات الجنرالات في العاصمة قالك هذا أمر شنغريحة بعد وفاة القايد صالح مباشرة اللواء مصطفى والجاني المراقب العام للجيش للتدقيق في حسابات المقر العام وخاصة الجانب المتعلق باللحوم فكان الرد من هذا الأخير للفريق شنغريحة أن هناك إجراء فيما يخص اللحوم بتوفيرها لعائلات الجنرالات منذ مدة وأن حتى شنغريحة لما كان قائد الناحية العسكرية الثالثة وكانت أسرته بالعاصمة كان يستفيد من هذا الإجراء فرد شنغريحة بمحاسبة العقيد ملاك محمد قائد مجموعة المقر العام والمقدم بلومي عن هذه الفترة دخلهم للسجن أخونا وهذا ضابط كبير يقول أن قناعته أن سجن هؤلاء لم يكن بسبب هذه العملية أي أنهم يخصوا ما بين 300 مليون سنتيم إلى 500 مليون سنتيم شهريا يشروا أخرفان ويبعثوها للجنرالات لأن هذا أمر تاع القيادة مش نتحمهم هم نفذوا فقط يقول الواقع أنه يراد إبعادهم دخلهم للسجن تعلبوا ليدا وحكموا لهم من خمس سنوات يراد إبعادهم وإسكاتهم حتى لا يخرج أي شيء من عندهم لماذا؟ يضيف الرسالة يقول لك لأن الليجا بعدهم سيقوم بنفس الشيء العقيد الليجا في بلاست ملوك والمقدم الليجا في بلاست بلومي هذا إذا كان أسمى الأسماني ذكرته صحيح الآن سيقوم وينفذ نفس الشيء أي أنه ما زال يشتري بـ 300 إلى 500 مليون كل شهر خرفان ويرسلونها كل أسبوع إلى عائلات الجنرالات المقيمين في العاصمة من الاستنتاج المنطقي استنتجوا أي واحد واستنتجوا أيضاً أخونا هذا الضابط العامل الاستنتاج هو أنه في الحقيقة وريد لهذين الضابطين اللي كانوا هما يدخلوا للفيلة على القيد صالح ويشرفون عليها في النهار ما يدخلوش في الليل في الليل كان شخص واحد اللي يبقى معاها القيد صالح اللي هو هذا الشخص مراد في النهار هما اللي يدخلوا اللي يدروا تنظيف اللي يدروا إلى كأن تتإصلاح حاجة هما اللي يشرفوا العقيد والمقدم هؤلاء يحملون سر ما إذا كان بالنسبة لأخونا هذا الضابط العامل سر ما إذا كان القيد صالح قد اغتيل وعلى الأرح أنه اغتيل هذا دليل آخر ضمن أدلة كنا تحدثنا عليها وضمن أحداث جات فيما بعد وهو الإطاحة بكل جنح القيد صالح وسجنهم مثل بنويرة مثل بنسلامة مثل بوعزة مثل الجنارات الأربعة وغيرهم معدد كبير ومزارة البقية جاية في الطريق ثم عودة جنح توفيق ونزار بالطريقة اللي عادوا فيها إلى آخره كل هذه في الحقيقة إشارات وأدلة تثبت أن القيد صالح قد تم اغتيله حي الله الأحرار لا أريد أن أطل أكثر حي الله الأحرار دولة مدنية بإذن الله وستقوم بشرط أن نأخذ لها بالأسباب وأن نثبت وأن نواجه سلميا حتى تقوم دولة الشعب بإذن الله حيكم الله جميعا ترجمة نانسي قنقر